اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بمتابعي حساب ملاعبكم في برنامجكم الأوروبي تيفو قبل ما يقارب الخمسة عشر عام لا يتحدث عشاق كرة القدم كما يتسامر متابعي الكالتشو عن معشوقتهم دوري جبار وهلع أوروبي في الشاميز ليغ من الفرق الإيطالية حتى وصلنا للنكسة والتي لا زال يعاني منها ومن آثارها الكالتشو ليعود بين مصاف الدوريات العظمى بأوروبا فبالإضافة للأزمة الاقتصادية التي أصابت أوروبا والعالم ككل كانت المشكلة الأكبر في مايو 2006 وهي فضيحة الكالتشو بولي والتي تتعلق بالتلاعب بنتاج المباريات اكتشفتها الشرطة الإيطاليانة ذات وقد تورط في هذه الفضيحة نادي يوفانتوس وإيس ميلان وفيورنتينا ولاجيو وأخيرا النادي الصغير ريجينا وكان بطل تلك الأحداث نادي يوفانتوس والمدير العام للنادي موجي الذي تورط في العديد من المكالمات مع بعض المعنين في كرة القدم الإيطالية حول وضع بعض الحكام المفضلين لنادي يوفانتوس وقد كان كل هذا في موسم 2004-2005 والموسم الذي يليه وقبل الحكم النهائي على الأندية من المحكمة كانت هناك مجموعة استقالات أهمها استقالة فرانكو كورارو من رئاسة الاتحاد الإيطالي واستقالة إدارة يوفانتوس بالكامل ثم استقال موجي بعد تحقيق دوري 2006 ولكن ذلك لم يقف سداً أمام ما أصاب الأندية المتورطة العقوبات بشكل مختصر كان هبوط السيدة العجوز للسيريا بي وخصم نقاط من الفرق الأخرى المتورطة في الدوري نفسه وحصول الإنتر على لقبين موسمين 2004-2005 وأيضاً 2005-2006 والذي أنهاه الإنتر في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن اليوفي وعاز الاتحاد الإيطالي ذلك لنزاهة الإنتر وهم اللقبان اللذان باقي اليوفي يطالب بعادتهما حتى عام 2011 بتقديم الاستئنافات بجميع المحاكم التي تتعلق بالرياضة في أوروبا خرج على إثر نزول اليوفي للسيريا بي أغلب نجوم الفريق مثل باترك فييرا، إبراهيموفيج، تورام، إميرسو، زامبروتا، كنفارو، والمدرب كابيلو والجدير بالذكر أن اليوفي لم يستطع الدفاع عن نفسه حتى أن مستشار الدفاع في النادي زاكروني قد أقرى أن هبوط النادي للسيريا بي وإنقاص نقاط يعد عقاباً عادلاً وأن إقرار الذنب قد يحمي النادي من النزول للدرجة الثالثة حتى من الشخصيات البطلة في المحاكمات والاعترافات كان الحكم دانيلو نوتشيني والذي أقر أن موجي كان سبب إنزاله للتحكيم في السيريا بي بسبب احتسابه لركلة جزاء ضد اليوفي في مباراته ضد بولونيا بسمي 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 ابتداء بسمي أيضا بأن رئاسة لجنة الحكام في الجلسة الأسبوعية التي مناقشت جميع الحالات التحكيمة في الدوري الإيطالي لا تناقش حالات يوفنتوس بتاتا ثم بدأ الحكم نفسه في مراجعة الحالات التحكيمة لليوفي في ذلك الموسم وكانت هناك المصيبة الكبرى والتي نستعرضها أمامكم أمامكم أحامكم إِجر từ Chat وغرهًا سليس وكشورك السري النحو Mi scusi, quando dice giudizio positivo è il giudizio che la Commissione giudicò positivamente. Esatto. Chievo Juventus, De Santis, rigore inesistente concesso alla Juventus, non giudicato un errore. Contro piede Juve, Trezeguet, Del Piero, Del Piero davanti a Lupatelli, provano ad inseguirlo. L'uscita di Lupatelli, l'impressione che il portiere del Chievo vada netto sul pallone per De Santis, calcio di rigore e c'è l'ammunizione per il portiere del Chievo. Roma Juventus, Cesari. Prima ammunizione, siamo al trentasettesimo e la seconda. Al quarantesimo la Juventus rimane in dieci uomini. L'eruzione di Moggio e Giraudo negli spogliatoi, Cesari non ha arbitrato più la Juventus. Juventus-Bologna, Braschi. Fa tremare tutti e Braschi si accorge subito del pericolo, questo calcio involontario di Ferrara sulla fronte di Falcone, che per alcuni secondi resta a terra svenuto. Ammunito Ferrara, è diffidato. Moggi contesta il provvedimento a fine gara. Braschi non ha più arbitrato la Juventus. Venezia-Inter, Rodomonti. Inter reduce da quattro successi esterni consecutivi, imbattuta in trasferta in questo campionato. L'arbitro è Rodomonti, i collaboratori Pisa Creta e Gemignani. Cristiano Zanetti. Finezza di tacco, libera il corridoio per Gresco, Billica e ritardo. Cross, Vieri. Poi Bettarini. Magacianes. Intervento di Gresco va giù. Maniero e Rodomonti non ha esitazioni, concede il calcio di rigore. Non se ne capacita Gresco sul filo del fuori gioco lo scatto di Maniero in posizione regolare, ma da questo replay mi sembra abbastanza evidente un avvitamento un po' forzato di Maniero che ha riconosciuto che il rigore non c'era. Poi Maniero dal dischetto non sbaglia e segna il suo undicesimo gol in questo campionato, terza trasformazione nel torneo dal dischetto. Rigore inesistente concesso al Venezia. Giudizio positivo. Criticata la sincerità di Maniero, giocatore del Venezia. Poi riparto dalla Serie B e faccio tutto un campionato di Serie B. Ma questi che continuano a fare questi errori grossolani e continuano ad andare in Serie A. Ma. Thumma wassala al hacam Danilo bianna man yarrgab bil'awada li tachkim fi il Siria E aleyh li i'tidhar min Mojji nafsah wa rudukh li ma yassal wa kad shahida bi nafsah tauziah il jadwal ala hasab raghbat Mojji. Lui a farmi farla a Serie A tramite il suo uomo. Allora io sono rimasto un po' in credo, un po' stereffato, gli dice adesso chiamò il mio uomo. E il suo uomo eramo oggi. Me l'ha passato per telefono. Me l'ha passato per telefono. Mi ha salutato, mi ha detto ascolta Fabiani, fai quello che ti dice lui. Ho cominciato a prendere il calendario delle partite e ho detto allora qua ci mandiamo questo, qua ci mandiamo questo, qua ci mandiamo quest'altro ad arbitrare. Dopo questo episodio mi chiama Fabiani e mi chiede se io voglio incontrare il suo uomo. e io dico sì, lo voglio incontrare. Ed entramo oggi. Telefona ai due disegnatori, mi fa capire ai due disegnatori che io devo essere trattato bene e che devo essere valorizzato e devo essere mandato in seria. علي العلوي انتظر تعليقاتكم وما ننسى الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات وفي امان الله